حضرتك بقى مشوارك طويل يعني فيه تحديات كبيرة قوي مشوار حضريك الشخص يعني بداية من حريك كان معاك بكريليوس تجارة وتزوجت من سيدة هولندية ومنتقلت الى هنا للعيش في هولندا ايه اللي خلى حضرتك تفكر انك تبقى ظابط شرطة اه فعلا المشوار طويل من 30 سنة فعلا تعرفت بواحدة هولندية وجابتني هولندا لما جيت هولندا يعني لسه ما كنتش عارفه انا ما كنتش عارف هولندا دي فين انا جيت هولندا ما كنتش عارف اعمل ايه فقلت اول حاجة قلت ان انا لازم اروح اتعلم هولندي لانا ما كنتش فكر هولندا بتكلم هولندي فروحت المدرسة اول 3 سنين انا بدرس لغة هولندية فدرس اللغة الهولندية صح واثناء الدراسة لقيت اعلان كانوا طالبين دفعة في اكاديمية الشرطة قلت انا كنت في الوقت ده بادرس في المدرسة وفي نفس الوقت شغال كنت شغال يومين في المدرسة اللي انا بدرس فيها طالبوني نشتغل هناك معهم فلما لقيت العلان قلت انا هقدم واشوف قدمت والحمد لله اختبارات كانت يومين بس اختبارات صعبة جدا وعدت الاختبارات الحمد لله وبدأت بعد كده على اكاديمية فدخلت الاكاديمية قعدت فيها 3 سنين صح قعد 3 سنين تاسين اتخرجت بقى من اكاديمية زابط شرطة بردبة رائد لا اتخرجت بردبة نقيب نقيب بما يوازي نقيب عندنا نا بما يوازي نقيب عندنا فبدأت بقى بعدها دخلت اشتغلت فترة اللي هي فترة بوليس النجدة اشتغلت في النجدة وكنت احيانا في النص كده اطلب اروح مثلا انا اخي بكروز تجارة فطلبوني كذا مرة في مباحث الدرايب على الجنة عندي خبرة في الحاجات دي بس انا من نوع لما انا بحب الحركة ما احبش اعط في مكتب انا احب اتحرك احب اخرج احب اكون اكتف كده في الشارع فالنجدة دي كانت بالنسبة لي احلى حاجة انا كنت مصود اعب في شغل النجدة لانك انت بتبدأ الخدمة مش عارف اين لا يحصل انت وزميلك في العربية كل اتنين فنص حياتك الشرطية هنا داخل عربية النجدة بالزبط